الشخص أو الطفل اللي بيتم تجنيده عايزة أسأل حضرتك هنا كاستشاري نفسي بتبقى إيه هي الخصائص النفسية لهذا الطفل؟ إنه يعني يتم استلاب عقله وروحه ونفسه وإنه يمشي في هذا الطيار ويتم تجنيده الشكل أو الشخصية النفسية إنجاز لنا التعبير لهذا الطفل تكون عاملة إزاي؟ طيب خلينا نقول فيه كم عنصر مهمين جداً هم عرضة للإستقطاب أو الشخصيات التي لعرضة أكثر عرضة الإستقطاب أول حاجة بحط عليها خمسين خط الإهمال والتهميش الأسرة اللي بتهمي أولادها ودايماً بتقارن وبتهميشهم مع استمرارية مع الوقت بيجي لهم حاجة اسمها الإضطراب المصطنع الإضطراب المصطنع هم عايزين يلفتوا انتباه الآخرين من خلال السوشيال ميديا بيتم استقطاب نوعية الأطفال دي من خلال مادة بتقدم لهم طيب اتنين تقدير الزيت تقدير الزيت كتر القصوة والعنف الأسري بيأثر على المادة البيضة لحاولين المحور العصبي في المخ فبيبدأ عنده تقلبات مزاجية ومزاج عصبي وقد يصل إلى اضطرابات ألأ فشخص مش عنده اضطرابات ألأ يعني شخص غير سوي فبيتم استقطاب بكل سهولة في الحالتين سواء كان اضطراب مصطنع بسبب التهميش والإهمال أو بسبب العنف الأسري اللي اتنين بيأثروا على البرين كنا بقى عنده تراب فعشان أبدأ أديك ذاتك وأقدر ذاتك بابدأ أديك أفكار بأكتر من شكل في طريق استقطاب الشبكة بنسميها استقطاب عن طريق الشبكة إن احنا من خلال ألعاب إكترونية تديك حاجات من العنف دي التنظيمات بتنزل على ألعاب إكترونية بيتمين العنف فبتبدأ تلاقي ذاتك فيها فبتعيش في عالم افتراضي بتلاقي نفسك وقوتك وشخصيتك جوه اللعبة بتحقق نجاحات وهمية بتحس بالتقدير من الآخرين لأن الألعاب دي قائمة على وجود مراحل فعلشان تقدر توصل لمرحلة ومش عارفة بتبقى قائمة على إخضاع الآخرين أو على مكاسب فبتحس إنك بتقدر تعمل حاجة هو ده اللي بتلعب عليه الجماعات ده جزء من الشق يعني الشق الأول بتاع الشبكة ده من خلال بعد كده بتوصل لمرحلة التلزز بالعنف فلما أبدأ أديك أفكار تعالى في عندنا أنامل حاجات ليه علاقة بالعنف طبعا ده بعيد خالص عن أسرة أو القمع القمع الدول اللي فيها المجورة اللي فيها حروب بيبعا عندهم أنواع من أنواع الاضطرابات النفسية زي رهاب قذاف الهون الدول اللي حصل لها اعتدائية من خلال الدول معادية بيبدأ قذاف الهون اللي هو بيت بتاعه اتضرب من خلال الجيش المعادي أو من خلال الاحتلال فبيبدأ عنده مشاكل نفسية أو اضطراب اللحية بأي شخص مثلا عنده لحية تم تدخل جوه البيت بيبدأ عنده اضطرابات نفسية فيه ناس بيجي لها الرهاب الأماكن المغلقة عشان البيت أو المكان اللي كان فيه ضرب فيه ناس عندها رهاب الأماكن المفتوحة عشان فقد قسرته أو حد عزيز عليه